الدعم اللي تتكلم عن الحكومة ده خرافة الحكومة لا تدعم الشعب المصري الشعب المصري هو الذي يدعم الحكومة حتى هذه الوحصة أقول لك ارتفاع التكلفة غير معقول ولا مقبول إنه مأسامي دار ارتفاع التكلفة إنه إذا كانت الحكومة بتوسيق إدارة الاقتصاد واتخذ قرارات تضر بالمصلحة القومية وهي تعويم الجنيئ جريا على نصيحة سندون النادي الدولي فالجنيئ بقى مسخوط بعد ما كان بـ 12 ونص سنت وبالوقت ما بقاش يجيب سنت الحكومة لا تلقي بالا ولا أذن صغير لأي حد عنده كلام إلا ليقول تعظيم سلام هايل عشان عايز إرشي من سندون النادي عشان احنا كمان حولنا كل حاجة إلى مشكلة الدولار عنده فقر فكر إن كنت تجد كبار المصريب يتكلمه وقال لك عن مشكلة الدولارية سوى للدولارية السؤال هل النهاردة غذاء المواطن كافي؟ إجابة لا هل هو صحي بالتأكيد؟ لا الفاخد في شبكة القومية الكرباء في مصر 30% هل تقول لي لديش حل غير أن يرفع سعر الكرباء؟ المواطن تحمل ما لي يطاق صدقني أنا مندهش جدا الناس ومتقبلوا الوضع ده وما يعني ما عرفش هي الأسباب إنما يعني كانت أوقعني لا أنا موضع ده يعني حيبقى له حد كانت الماكر المركزي كل شوية يرفع سعر فيقول لك أنا بنحارب التضخم أنت كده يا ابني بتزود التضخم بتحربه زي يعني سلام عليكم هل يتلاعب صندوق النقد الدولي باستقرار مصر خاصة عندما اشتبك مع الحكومة المصرية وطالبها بالانسحاب من ملف الدعم سعر العيش رايح فيه وسعر الكهرباء والصلار والبنزين وسيب القوس مفتوح وضع التجار في الأسواق والحكومة هتتعامل معهم إزاي؟ لمن الغلبة؟ أو لمن الاستقامة؟ هو سوق مصر أصلا جاهز لرفع الدعم؟ هذا سؤال مهم هل أخطأت الحكومة المصرية عندما وضعت يدها في عش الدبابير واقتربت من ملف الدعم من الأساس؟ الملف المحظور عند المصريين؟ هذه مقطة مهمة ما الذي تتكتم عليه الحكومة المصرية فيما يخص برنامجها الإصلاحي أو الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي؟ إنجاز التعبير هل حان الوقت أن تتحمل الحكومة أعبأها بعيداً عن المواطن اللي تحمل نصيبه من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن مستقبل رايح على فيه؟ ونتائج برنامج مصر الاقتصادي مع السندوق إيه؟ النتائج حاجة؟ والتشغيل حاجة كل دي وأكتر أسئلة مشروعة كوالييس وتفاصيل حابين نعرف النهاردة معانا كل ما يخص الدعم بس مش إحنا اللي هنجواب عليه حاجزنا لكم في الصف الأول تهوة خمسينة اقتصاد وخمسينة بودكاست فحضر شايك وعشان معانا وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق دكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جمعة القاهرة في بودكاست جريء هيفتح معانا كل الملفات وهو فرصة نعرف القصة على أسنا أهلا دكتور جودة منوارنا في خمسين تقتصاد وخمسين البودكاست أهلا بيك يا شباب أنا ما أجدش خمسين بتاعته معايا لكن تمشي بقى ده يشرفنا يا فن أهلا بيك ملف الدعم ديها في عش الدبابير وقربت من المحصول وكلنا في السوق وفي الشارع مختلفين على ملف الدعم ومقسم في من يرى أنه وجب أنه نحن فعلا ننسحب منه وأنه سبا في جبين الاقتصاد المصر وأنه أن الأوان نتخلص من الفاتورة ومن الإرسدة وفي اللي يرى أن البلد غير جاهزة لا أسواق ولا مواطن أنه يتحمل الفاتورة إيه قصة ملف الدعم؟ وضعه يا فن شوف يعني إذا حطينا المسألة يا محمد في سياق الأطراف لهذا الموضوع فعندك الحكومة وعندك الشعب وفي الأذيار اللي هما بقى أنت أشارت صندوق النعد وخلافه رأيي ومبني عن دراسة وعن خبرة وعن متابعة للوضع إنه في الوضع غير صحيح الدعم اللي تتكلم عن الحكومة ده خرافة الحكومة لا تدعم الشعب المصري الشعب المصري هو الذي يدعم الحكومة حتى هذا الوضع ده في صحيح الكلام ودقيق الميزان لأنه خل بقى عندك حكومة مترهلة جداً ومظاهر التراهل كثير جداً جداً مثلاً عندك فوق تلاتين وزارة بعد التعديلات اللي حصلت في التشكيل الأخير ده ملازال عدد كبير جداً والخصصات مبعثرة واحد اثنين هذه الحكومة المبجلة لها أربع مقرات تخلي بالك مقر في رأس التين مقر في العالمين الجديدة ومقر في اللي كنا نحضر فيه زمان في جاردن سيتي ده المجل الشعب ومقر في العاصمة الجديدة ألا بالك أربع مقرات لحكومة ده موضوع مستفز جداً لأنه حتى أمريكا اللي هي من هي سواء نوفينا أو اعترضنا أو خلافاتنا إنما أقوى قوة أخصادية في العالم حديثة ما فيش فر هو مقر الحكومه معروف والرئيس له كده منتجع في كامبي ديفيد وخاصة القصة لما هنا ليه أنا بقول الكلام ده لأن أنا بقى استفاز جداً من الاستماع إلى تصريحات رئيس الوزراء وكافة المساعدين الدعم بقى عبء جبير جداً الدعم مش عارفي الدعم لابد من نرفع الأسعار لنغمة يعني لا يجوز أن تترك بدون تعليق عيد كلام كده عيد الحكومة في خدمة الشعب الوضع الحالي للشعب هو في خدمة الحكومة عايز أقول إنه موضوع الدعم ده خرافة وهدي مثال أولا اتنين خد دعم التاخذي لسه أبو انبالح والاول بعد اكتماع المجلس الوزراء رئيس الوزراء قال والله إحنا لازم هنرفع الأسعار تاني بالنسبة للمنتجات البطولية رفعت يوم الخميس اللي فات وبعد ثلاثة وشو ترتفق وبعد ثلاثة وشو ترتفق وبعد ثلاثة وشو ترتفق إيه القصة بعض أنا عايز نستفهم أما تجد إيه هو الدعم أصلا الدعم عبارة عن الفرق دين تكلفة سلعة والتمن اللي بتتاح بيه للمستهر كده ببساطة تكلف دي ممكن تبقى تكلفة استيراد سلعة بالجيبه من الخارج أمح على سبيل المثال أو زيون ماشي أو في هذه الحالة منتجات بيترولية عظيم والسعر اللي تبقى معروف هو السعر اللي بيعلنوا أحيانا السجار يلعبوا اللي عبوهم اللي هو بصراحة يعني لا يحتمل بالنسبة للمواطن لكن في النهاية هو دعم فرق بين التكلفة وبين السعر إيه التكلفة بقى هنا لو سألت ما هي التكلفة تأخذ في مغارة علي بابا خيس؟ ليه؟ لأنه خلينا برضو نتكلم عن الموضوع المنتجات البتروليند دي اللي عاملة دوشة آخر كلام في الموضوع ورفعت أسعار كل حاجة انت دلوقتي مصر بعد أن كانت مصدر للبترول أصبحت مستورد البترول ماشي فتستور البترول من الخات عاجوا بتأخذ البترول من حصة الشريك اللي هو انتاج مصري صحيح ولكن أنت لا تملكه إنما لملكه الشريك الأجنبي اللي دخل وحفر وطلع الانتاج بكل أحوالي وفي حكمه مستورد ماشي دولك إيه؟ فيه حاجة اسمها قلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هذه القلية تطبق كل تلات تشفر قلت فيه لجنة من السادة كبار الموظفين بتقول البترول بيقعدوا وإيه اللي عندهم؟ عندهم معادلة كده هقولك المعادلة بتقول قاتي إنه التغير فيه أسعار منتجات البترولية السولار البنزين بدرجاته والغاز كل الكلام ده التغير في ربع السنة ده اللي احنا بدأنا بيه في المقرنة بربع السنة اللي قابليها بيتحسب إزاي؟ بيساوي دي المعادلة بقى التغير فيه الساد العالمي للايه؟ للبترول الخام ماشي بنسبة 8% تاخد 8% من التغير في ساد بيترول الخام وتضيف عليها 20% لأي تكاليف أخرى بخلاف الخام مثلا تكرير نقل توزيع كل الكلام ده وبعدين تيجي تحط حاجة تانية فوق الكلام ده كله جزء عشان تعاود اللي فات بانتبار إنه لمدة طويلة كان عندين منتجات البترولية مدعمة والفرق بين الساد والتكليف أزاد أنا أقول لك دي القصة بتاعيته مثلا بحكيها وأشوف إزاي نبوصلها كاقتصاديين عندك 80% من ساد العالمي لتغير زائد 20% مثلا متعلقة بالتكرير والتوزيع والكلام ده كله والنقل وجزء تاني الجزء تاني ده مش متقالد دي أنا مساوي للتأدير من الزيادة اللي هتعلن لإعتبار إنك أنت لفترة طويلة المنتجات دي كانت أسعارها مجمدة مجمدة وبالتالي الفرق بين السعر الإداري ده وسعر السوق بقى كبير جدا فعايز تسد الفجرة دي ما نيجي بقى للسعر العالمي ده ده السؤال البتاعي سعر العالمي يقولك إذا أخد مزيج خام برينت تشوف إيه اللي حصل فيه خام برينت ده هو نوع الخام الأشهر في بورصات البترول العالمية واللي عادة بيحال إليه لما تكون عايز تناقش سياسة الطاقة في أي بلد من البلد بص أوكي معروف إنه خام برينت بيتداول في الورصات بنائنا على قول وبطاع خضرة وفي سعر كل بيقراء وينشر كل مكان أي تعملي بقى تاخد سعر بترول خام برينت اللي هو بالدولار أنا أعروف إنه الخام يعلن سعره بالدولار مش بقى وده قصة تانية كمان روح ضارب ده في سعر صرف الجنيه مع الدولار وهنا مروة الفرس هنا جسم المصيبة إنجاز التعب لأنه لو رجعنا الوراء ونطبع الألية دي في 2016 قبل نوفمبر 2016 كان السعر ده 8 جنيه لكل دولار فلو عندك برميل قيمته 100 دولار أو سعره 100 دولار تدربه في ثمانية بقى 200 جنيه وتطبع الألية بعد نوفمبر 2016 السعر طلع من الثمانية إلى سبعتاشر نقول ستاشر فأصبحت لوقت تدرب نفس المئة دولار اللي هو سعر بترول الخام ثم تدربه في ثمانية تدربه 16 فالثمانية بقت ايه؟ ألف وإيه وستمانية نعمل فست فوروض كده ونجي للوقت اللي احنا فيه المترول لو قلنا إن سعره 100 هو مش كده بزبط عشان نصور المسألة أصبحت تدربه في 45 وعناها 4500 أنا أسأل على أي أساس السامي ده تكلفة أقول لك ارتفاع التكلفة غير معقول ولا مقبول إن سامي ده ارتفاع التكلفة إذا كانت الحكومة بتوسيق إدارة القصاد واتخذ قرارات تضر بالمصطحة القومية وهي تعويم الجنيه جريا على نصيحة سندوق النادي الدولي فالجنيه بقى مسخوط بعد ما كان بأتناشة ونص سنت وبالوقت ما بقىش يجيب سنت ما شكده ولا نص سنت خطأ 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 إن أنا أسامي ده زيادة في تكلفة هالإطلاق وبالتالي سياسيا وإنسانيا واخصديا خطأ إن أنا أحمل المواطن يذوي اللي هو وزر الحكومة بتدريد الحكومة أولا اشتطت في كل شيء لم تحسب حساب لأي أمر من الأمور ودخلتنا في سكتة ساد وعند يجي تقول لك أنتو خلاص هنعمل إيه تكلفة هات لازم تزيد فأنا عايز أقول إنه يعني أن أرفض مقولة الحكومة إنه الدعم للبترول بيزيد لأن تكلفة البترول بيزيد لأنه في الواقع العام الأساسي في الموضوع هو سوق الإدارة الإقصادية وما نتج عنه من تراضع شديد في سعر جرين مصر فبالمناسبة عشان الكلام برضو يبقى يعني له أساس في سنة 2016 لما كان فيه كلام على كفا مع السندون الدولي وهيدينا 12 مليار دولار وقالوا له بفرحة جديدة جدا ودير المالية أولا سيجيبه 12 مليار دولار والحكومة كلها لكن مقابل إنه هيعاوم الجنيه وأنا حذرت هتعاوم الجنيه الجنيه هينزل إلى الأسفل السفلي وفيه طريقة تانية نعمل بها الغراب ده نوفر 12 مليار دولار من غير ما نؤدي الجنيه المصري إلى الهلاك واقترحت إنك أنت يستخدم حقوقك مصر كعضو في منظام التجارة العالمية ومنظام التجارة العالمية معروف إنه الدستورة بتاعها هو اتفاق الجات اللي وقى ساعة ألف سوائة أربعة وعشرين ومصر كانت من الدول الموقع لهذا الاتفاق ومجلس الشعب بتاعنا صدق عليه فأزوعة من قوانين البلاد قانون دولي لكن في حكم قوانين البلاد هذا الاتفاق بيتيح لأي بلد عضو في منظام التجارة أو مصر عضو في منظام التجارة العالمية إنه إذا واجه ضائقة ندجة عن صدمات خارجية خارج سيطرته بحيث إنه هذه الصدمات تؤدي إلى الإدرار بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وربما السياسي في البلد من حق هذا البلد أن تخذ تدابير في إطار منظام التجارة العالمية لضبط الوردات وللحد من الوردات بمعنى إنه ممكن يفرد حظر على بعض الوردات ويمكن يفرد حصة لمدة معينة على بعض الوردات ممكن يرفع ضريبة جمهوركية طبعا القيود معروفة ومتعددة لكن في النهاية المقصوب بها إن أنا أحمل اقتصاد من غائلة الأخطار الخارجية هذا سؤال وبالتالي وقتها في سنة 2016 عايز أقول كان وردات مصر فاتور الإجمالية 60 مليار دولار وأنا قلت لك اقتراح كما قدمت اقتراح متكامل بديل للوصف سندوقنا هذه الدولة كنت تعمل إجراءات لتقييد الوردات إعمالا لحقوقك في منظمة التجارة العالمية كأضو بحيث تخفض الوردات كلها الفاتورة دي تهزها بنسبة 20 في المليار 20 في المليار من الـ 60 مليار تبع كان 12 مليار الخمس كنت أتوفر هذه الفاتورة من غير متمدي إيدك السندوق النابد ولا لأي طرف ومش هتحتاج أنك أنت تلقي بعملة عنواتك الوطنية إلى أسفل سافلين كما حدث وبالتالي نريب أحكي القصة دي لأنه إحنا النهاردة بنعاني من اللي عملناه في 2022 و22 بنعاني من اللي عملناه في 2016 و2022 بنعاني مسلسل والحكومة يجب أن تتحلى بالمسؤولية إن إذا لم تتحلى بالمسؤولية يجب أن تعرف أن في البلد دي ناس فهمة وعندها بدايل ولكن للأسف الشديد بقى أكرر الكلام وده موضوع شديد للسوزازة الحكومة لا تلقي بالا ولا أذن صغير لأي حد عنده كلام إلا ليقول تعظيم سلام هايل على بركة الله إن دي قدما بتسقف ما ينفعش الكلام ده فمرة تانية أنا عايز أقول قصة دعم الطاقة دي خرافة لأنه الأساس فيها هو تضاهر بالسياسات اللي عندنا دي أنا أؤكد لك إنه الجميع مرشح لمزيد من التخفيق لبقى معنى كده إنه التكلفة بتاعة البترول لابد إنها تزيل يعني إحنا ننتظر الفترة الجاية يعني شوف هي تحريك مش هنقول تعويني إن إحنا حسب معايير سندوق النادي الدولي إحنا معاومين هو سعر صرف مرد أنا أرفض يعني بص يعني الأشياء لابد أن تسمى بمسمياتها فهكاية تحريك السعر دي بدعة أو في الواقع في الواقع تخفيض سعر العمل إما تكون عندك خلل بين العرض والطلب وتحرر السعر السعر ده 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 بيقول كده فأنا مش هنعمل زي النعام يعني هو في الواقع تخفيض وأنا لا أرى إلا مزيد من الأسف الشديد بقولها وكما هو مصري يعني قاله يتقطع لأنه تخلي بالك لازم نقدر تماما إنه البلاء بتدخل حروب ويراخ دماء وناس بتستشهد دفاعنا عن العالم مش كده العالم ده رمز السيادة في المجال السياسي إيه النظير بتاع العالم في المجال العملة الوطنية يعني رمز السيادة في المجال الخصادي أنا شايف يعني درجة مؤسفة من التفريط من جانب الحكومة بتعامل مع جنيدة كأنه طماطم ولا بطاطس ولا أنا شو ممكن لا لا أحضر لم أطرق صحيح فعلا لأنه أنا حتى يعني رب دلوقتي تتاحت حاجة مهمة جدا أو تجاه للحديث مهم أنه نحن مؤسفة أي خطة فعالية حتى المعلن خطة تخرج من التعامل لكن ما فيش خطة سمعتها لرافع قيمة الجنيه أو الحفاظ على مكانته أو على الأقل دعمه بالقرارات والسياسات هو على الأقل أنت ما تفرطش فيه طريقة منظرية جدا أنت بتفرط فيه ما فيش حكومة تفرط في عمل البلده بهذا الشكل على الإطلاق وواضح أنه مش مزعجي من الموضوع يعني يعني برضو ده الجانب اللي هو أكثر إلاما أنه اللي بيتكلم واضح أنه مش حاسس بالمصيبة اللي هو بيعني مع العلم أنه مزيد من خفض العملة مزيد من زيادة التخليفة مزيد من الاقتراض مزيد من الديون سعر صرف العملة يا عزيزي هو السر بتاع كل الأسعار في الاختصال خلاص أنت أول ما تقرب في المنطقة دي هتزعزع استقرار كل شيء وتبتدي كل يعيد حساباته المستهلك والمستورد والمستثمر والمنتج والذي بياخد قرار ورب الأسرة كل خلق اللي يبتديه عيده مش ممكن الكلام ده ماهي مش طريقة إدارة اقتصاد لكن عايز أقول بالمناسبة وبرده أبدي استياء الشريد من الله جريد أنت لما تحلل الخطاب اللي عام تعمل تحليل مضمون كده كتاب تهويمات على ما يسمى التحديات اعمل تحليل مضمون بس أي تصريح لرئيس الحكومة شوف التكرار بتاع كل التحديات دي ايه شيء فظيع جدا ايه التحديات يعني معنى احنا جزء من عالم والعالم كله بيواجه نفس الظواهر مش معنى انا نسميها تحديات بل انا ارفض هذا المنطق كليتا ارفضه كليتا وبالتالي عودة الي الموضوع اقصاديا في الواقع الشعب هو الذي يدعم الحكومة ليس الأكس وبناء على ذلك أنا بقول طبعا عشان عايز ارشي من سندونة عشان يعني كمان حولنا كل حاجة الى مشكلة الدولار عندي بقده فقر فكر ان كنت تلاقي كبار البصريب يتكلم وقال لك اعمل مشكلة الدولارية سيول الدولارية ايه دا اقصاد دا ولا حاجة ثانية مش معقول وبالتالي المنضوع بتاع الدعم محتاج يعاد التفكير فيه يعاد التفكير فيه من منطلب انه في حاجة اسمها الحقوق الافصادية والاجتماعية للمواطن وهذه الحقوق نص عليها دستور المواصل المعمول بها لين دا 2014 ونصت عليها مواثيق واعلانات دولية كتير جدا من الاعلان العالمي للحقوق الافصادية والاجتماعية الناس من ان المواطن يحصل ودستور في نص مادة زون 2011 بيتكلم على حق المواطن المواطن في الحصول على غذاء آمن كافٍ وصحي ثلاثة دولة سؤال هل النهاردة غذاء المواطن كافي اجابة لا هل هو صحي بالتأكيد لا هل هو آمن؟ طبعا لا لأنها مواصحة لقي لحمة زعرها في عنان السماء مثلا اليوم أو زيت الطعام وكل الرحان على جذب السمرات الأجنبية في وسط هذا الجو لا يمكن أن تجي السمرات الأجنبية أو كلك هذا يعني بضحب القوة الشرائية اللي عندي المواطن طبعا طبعا أولا ده معناه أن السوق بيضمر بمور شديد جدا المواطن ده يعاني ترجم دخصة دي أنه الشخص الجعان أو المشغول بالخوف من أينه يبوع أو أولاده يبوعه نروح يقف قدام متى أنا مش هارف اشتغل اشتغل لي معنى الكلام إنه الإنتاجية وده برضو الخموس بتاعنا لاب زمانسي على الإطلاق صحيح إنتاجية نفيش حاجة إنتاجية خد بقى القطاع الكهرباء لأنا أعرف عنه شيء لأنا اشتغلت في الموضوع كمستشار لإحدى الهيئات الدولية في تقييم الأداة بتاع قطاع القطاع ما تقرأ إنه وده كلام بيتقال ومر الناس عليه مروا الكلام إنه الفاخد في شبكة شبكة قومية الكهرباء في مصر 30% 30% هل تقول لي ما فيها عنديش حل غير نرفع سعر الكهرباء هذا 30% يعني إحنا طبعا أقول لك يشير إلى العالم بمزاجه ويتجاهل العالم لما يكون المقارنة بالصرحة المعادلات المعقولة عالمية اللي فاقد الشبكة الكهرباء ما فيش حد منزعج يعني ده معناه إيه ما زودته بيتحرق يا الصبية بيتحرق مش كده أو ليه ناس بتشتغل وكل الكلام ده وإنت بتاخد 70% فقط من المفروض كنت تاخده وبعدين تقول ليه من المفكرش أنه بدل ما أرفع السعر أقضي على الهذر فاقد مش كده أو ليه ده طريقة برضه للتفكير وعطاقنا طريقة منطقية للتفكير في المسار صحيح صحيح ده موضوع أنا عايز أقول ده تحميل الموضوع على المواطن ده أتبرر المواطن ده يعني بتعرف ما سأقول لك ما قدرش على الحمار يتشطر على بردعة هو كده بردعة المواطن مفعول به بس خالبك اللي عايز أقول للناس بحس السياسة إنه خالب لكم المواطن ده ده طاقة حمي لو زاد لأن الحد هتبوصل تعني هنوصل لمرحلة القشة التي تقسم الظهر البعير هيدور يقول لك لأ كلام ده مش مؤمن بس ما صحش نحن نخلل الأمور تتداعي إلى هذه المرحلة لأنه ده موضوع تكليف عالية إنسانياً وسياسياً واجتماعياً واقصادياً فالحكمة تقضي إنه يعني ناخد الوقاية خير من العلاج نبتد نفكر بطريقة يعني متخدش المواطن على الإن المفعول به ممكن تحميله أي حاجة المواطن تحمل ما لا يطاق صدقني أنا مندهش جداً الناس ومتقبلوا الوضع ده وما يعني ما عرفش هي الأسباب إنما يعني كانت أوقعه من ده ما هذا يعني حيبق له حد ما فيش بالتالي عودة إلى الدعم ناخد الأرقام بقى نقول لك إيه أصد دعم عبء وعجز الموازنة والكلام إيه القصة بقى ناخد آخر الموازنة اللي هي بدأت أول الشهر اللي فات ده 1-7 صح نعم بتقولك إيه بقى العجز اللي ما بتتكلمه عليه ده ودعمه بالدنيا جداً وملخبط الهور لأنه سبب العجز نشوف الأرقام بتاعتهم الرسمية المصرفات على كل البنون دعمه ومرتبات والآخر كله ثلاثة تريليون وسبعة وتمانيمين مجال يعني قال شوية من أربعة تريليون جنيه نعم الدعمة ده بقى في كل المجالات نعم صحة وتعليم وتموين وكل الكلام ده ستمية ستة وتلاتين مليار جنيه نعم المواد الغذائية اللي هم مواجهين دماغنا عليه ده ولكن نحوله النقد بدأ العينيه مية أربعة وتلاتين مليار جنيه خلاص يعني مية أربعة وتلاتين أقل من ربع الدعم ككل يمين صحيح دعم الرغيف بقى اللي هو برضه عمله عليه ألبان وزوده السعر مية أربعة وتلاتين يعني مش ممكن المنطق مغلوط الرقام بتاع الحكومة بتقول غير كده خالص مقابل ذلك خلي بقى لك مقابل ذلك أنت عندك المصرفات الفوائد فوائد على القروض الدين العام محلي وأجنبي الفوائد ده لغيت واحد وثمانية من عشر تريليون وأعلى من السنة اللي فاتت أه طبعا أعلى من السنة اللي فاتت أعلى من السنة اللي فاتت طبعا لأنه خد بس يعني واحدة من أوجه الحماقة في إدارة الشعر العام يكاد الماك المركزي كل شوية يرفع سعر فيقول لك أنا بنحارب التدخم أنت كده يا ابني بتزود التدخم تحاربه زي يعني مع العلم أن نرفع أسعار الفايدة هنا أخير مجد لأن التدخم الحاصل نتيجة ارتفاع أسعار مع انخفات قدرة شرائية لا وأنت عندك أول التدخم اللي حاصل جزء منه مش ولاي ناتك أولا عن أنه أنت بتقعد تخفض الجنيه المصري أنت الاقتصاد بيعتمد على الوردات فكل تخفيض على طول يترجم فيه زيادة تبت الوردات الجنيه واحد اثنين أنه تسمي لي أي مجال مجالات الاقتصاد أنا أقول لك ده فيه احتكار والمحتكر في الليل المعروف لكن ليس أسرار يعني فالمحتكرين برمناسبة رجبين على المسؤولين سبب الرئيسي في رفع سعار التدخم والأسرار بمعنى مجتمع شديد لإعتماد على الاسترار ومؤسسية أن المجتمع تعشش فيه ومش تعشش تعربد فيه الاهتكارات عارف؟ فده الموضوع إذا كنت أريد أن تحل هذه النقطة التي تحل فيه بس عشان تحل هنا لازلت تروح لعش الدابير ايه هو عش الدابير؟ مصبع للتشكيل بتاع عضوية مجلس النور مجلس النور في حزبين اثنين لواحدهم كده يعني عضويتهم أكثر من 60% من عضوية المجلس هم عارفين مش محتاجة أقولهم يعني الحزبين دول في الواقع هم الطبعة الجديدة من الحزب الوطن الديموقراطي لما بعد 25 جزء من سرقة الفورة المصرية للمرة التانية ما قلت الكلام ده مرة الأولية اللي سرقة الإخوان مرة التانية بتوع مبارك وهم اللي بحلوا وربطوا في البلد دلوقتي هم تيجي مثلا في الحوار الوطني بتخلي البلد عملنا وجعنا دماغنا وطلعنا باقتراحات بتعديل النظام الانتخاري ما بقاش بالطريقة البقسة اللي هو بيها ديه رفت تماما لا ما نفعش تاخد وتحط فروق عملنا اختراح جميل جدا لنظام انتخابي للمحليات الفكرة كلها انك بتنقل من موضوع القيمة المطلقة المغلقة دي الى القيمة النسبية همين لكن برده مفهول الكلام بالمعنى ده وبالتالي الناس دول بقى لو بصيت في ناحية التانية مين المحتكرين هتلاقيهم هم اللي قاعدين في الدين وفي عندنا القانون ده كمان لازم اقوله قانون موجود من سنة 2005 وتم تعديله اكتر مرة اللي هو القانون حماية المنافسة ومنع الممارسات تحتك اسم طويل انه ما هو اسم كده صدر في 2005 وتم تعديله اكتر القانون ده نفسه نكتة نحن بصيله نكتة ليه؟ لانه بيقولك اولا ممكن جدا واحد يستحوذ على 35% من النسوء ما يكونش محتكل تجريبا اه ما اعتبرش هتبقى ماشي بعدين اثنين انه يقولك انه اللي بيرتكب جريمة طبقا للقانون مثلا بيتواطع على رفع السعر او بيبالف او بيخزن السلع عشان يسائع السوق بيها بسعر عالي لعيب كثيرا تعتبر في حكم القانون الجرائم عمر الثالث سعاد عين مخالفة ايه بقى العقوب العقوب مع مبلغ نقدي المبلغ النقدي طول عمره مع التضخم اللي حين شايفينه وقت ما طلع القانون ممكن يبقى مؤثر برو الوقت بيبقى كلام فارغ صحيح يعني تشوف سعر البطيخة بكامل نهارة ما يسعر عني لكن الاهم من هذا هو انه بعد ما تعمل تحقيقات وتثبت انه سين او صاد او الشركة دي لتمارس احدى الجرائم الاحتقار تبقى للقانون لا يمكن رفع الدعوة القضائية عليها الا بموافة الوزير الاختصى خلاص كده بانت اديت القط ومفتاح القرار مظبوط القانون زي الليتو والبين المناسبة في الحوار الوقتنا برده عشان الناس بتسأل انت عملتوا اعملنا واقتراحنا تعديل في مواد في هذا القانون متعددة اكتر من كده قلنا انه احنا بنا اقتراحنا بفي عقوبة سليبة للحرية عقوبة جنائية فيه جام شاب راه وقفوا الدم على سلالة من القابط الصحفيين من فترة بينادوا بالحرية للغزة مش كده وطبض عليهم صح اه واقعة مشهورة يعني كمي يوم الوقتي ممكن انا احتكر وارفع السعر وبتاع واذبط اموري بقى مع الوزير المختص انا مش ممكن امقدم الحق ولا ادخل السجن دكتور جودة بصراحة الكلام مع حضرتك من دهب انا استفدت كتير وكان حوار ممتع بالنسبة لي جدا جوبت على كل النقاط اللي انا كان نفسي اسأل فيها حتى من غير مسألة اوكي يعني بجد انا سعيد باللقاء ده واسعد ان انا قدرت اقتنسه من حضرتك وان شاء الله مكملين مع بعض حلاقات تانية ان شاء الله صهرناكم معنا في حوار ممتع حوار جميل حوار ان شاء الله يتكرر اكتر واكتر هدفنا فيه ان احنا نقدم لحضرتكم الوعي ونقدم لحضرتكم المعلومة حيادية مجردة حتى لا تضطر انك تبحث عنها في مكان اخر قد لا يتحلى بمثل الاخلاق اللي احنا بنتحلى بها فيما يخص العمل الصحفي بالتحديد كان معنا نقاء شيق النهاردة مع الدكتور جودة عبدالخالي استاذ الاقتصاد كوليس الاقتصاد والرؤون الاستاسية جامعة القاهرة ووزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية الأسبب حد ما اشوفكم في بودكاست جديد اترككم في رعاية الهوام شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة